لا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب هناك عدد كبير من الناس الذين تجاوزت أعمارهم سن الشباب يشتاقون ويتمنون الرجوع إلى الصفة هذا الشيء لم يعد مستحيلا اذ بدأت شركة ناشئة في جامعة هارفرد بإجراء تجارب أولية على كلاب متوسطة الحجم تهدف إلى جعلها أصغر سنا بإضافة تعليمات جديدة للحمض النووي في أجسامها وتقول الشركة أن هذه الطريقة المبتكرة يمكن أن تطبق يوما ما على البشر أيضا ويعتمد البرنامج على أبحاث سابقة أظهرت أن الجينات المتقاربة الموجودة في كائنات بسيطة مثل الديدان والذباب يمكنها مضاعفات عمرها الافتراضية